في تناولات وكالة خبر تابعنا عنوان يقول اجتماع الرياض التأكيد على ضرورة نهاء الحرب في قطاع غزة كما تابعنا هناك اجتماع تشاوري عقدات بين وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن أكد الاجتماع على ضرورة وكف إطلاق النار في قطاع غزة ضرورة إزالة العوائق لإدخال المساعدات إلى القطاع ما هي دلالات ورسائل ذلك الاجتماع برأيك؟ أنا أقرأه في إطار الاجتماعات التقليدية التي تم تشكلها أو عقدها منذ قمم القاهرة وأرياض الخاصة بتشارك أو تحالف ما بين الدول العربية والإسلامية لتشكيل لجنة تباشر خطوات ضغط على الدول الكبرى لوقف الحرب ولكن في النهاية من الواضح أن إسرائيل لا تستمع إلى هذه النداءات لا من الدول العربية ولا حتى من الدول الكبرى التي ترفض الحرب على قطاع غزة من يستطيع إقاف إسرائيل في هذه المرحلة هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يستطيع إنقاذ الفلسطينيين وضمان حقوقهم هي الولايات المتحدة الأمريكية لأن لولا الدعم الأمريكي البريطاني لإسرائيل لم يتمكن نتنياهو من إقامة عملية اغتيال واحدة وليس حرب على الشعب الفلسطيني طبعا الموضوع تابعنا لأول مرة تصريح لجو بايدن بالأمس يقول بالتحديد أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة كما جاء في الحدث تجاوز الحد هل بالفعل هناك موقف أمريكي تشكل رافض ومندد لما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب إبادة جماعية يأمن ذلك التصريح مجرد ذر للرماد على العيون يعني أنا أعتقد بعيدا عن الصحة الجسدية والعقلية للرئيس بايدن لأن كثير من التصريحات تخرج منه وهو غير مدرك لأبعادها لكن في النهاية نتنياهو لم يتجاوب مع بلينكين في زيارته الأخيرة وربما هذا ما أغضب البايد الأبد ويتحاول رد هذه الصفحة لنتنياهو بمثل هذه التصريحات في الولايات المتحدة الأمريكية لكن على أي حال بايدن إذا كان يرى بايدن بأن هذه الردود مبالغ فيها على ما حدث في السبع من أكتوبر لماذا لم يتوقف عن الدعم لإسرائيل في هذه الحرب النقطة الثانية أريد توضحها بأن الخلاف ما بين بايدن أو الديمقراطيين بشكل عام في أمريكا وما بين نتنياهو هو اختلاف شخصي متعلق بأن الديمقراطيين يريدون تخلص من نتنياهو قبل الانتخابات الأمريكية لأن نتنياهو سيدعم دونالد ترامب وسيستخدم كل اللوبيات السهنونية أو الإسرائيلية في الداخل الأمريكي لدعم صديق دونالد ترامب هذه النقطة الثانية بأن الاختلاف أيضا ما بين البيت الأبيض وما بين حكومة نتنياهو على فقه الأولويات كانت أمريكا ترغب في بداية الحرب من الحدود السورية العراقية على ما يطلق عليها أدرع إيران ولكن نتنياهو قلب الطولة وفرض أجندته في فكرة محاولة تهجير سكان قطاع غزة هذا أربك المشهد هذا ساعد على توحيد وجهة نظر الشرق الأوسط في مواجهة أمريكا وبالتالي يعرض الأجندة الأمريكية والمصالح الأمريكية في الخطأ لكن فكرة إسرائيل الكبرى هي مدعومة أمريكيا بشكل كبير ويؤمن بها بايدن ويؤمن بها البريطانيين ولا خلاف عليها الخلاف فقط على الخطوات وعلى المصالح الشخصية ما بين الديمقراطيين وما بين نتنياهو اشتركوا في القناة